أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مهمة جديدة في مجال الفضاء تتضمن بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليار كيلو متر تصل خلالها كوكب الزهرى وسبعة كويكبات ضمن المجموعة الشمسية وتنفذ هبوطا تاريخيا على آخر كويكب ضمن رحلتها التي تستمر خمس سنوات جاء ذلك خلال فعالية حضرها صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راعه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بزايد الانهيان وليو عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الوطن في أبوظبي أعلنت خلالها حكومة دولة الإمارات وضمن مشاريع الخمسين عن المشروع الفضائي غير المسبوق لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية والذي ينطلق إذانا ببدء رحلة فضائية علمية في الفضاء العميق للوصول إلى كوكب الزهرة وحزام الكويكبات ضمن المجموعة الشمسية وتحقيق أول هبوط عربي على كويكب يبعد عن كوكب الأرض خمسمائة وستين مليون كيلو متر لتكون الإمارات أول دولة عربية ورابعة دولة عالميا ترسل مهمة فضائية لكوكب الزهرة وحزام الكويكبات في المجموعة الشمسية ويستكشف المشروع الفضائي الإماراتي الجديد الذي يعزز مسيرة التنموية العلمية ويرسخ مكانة دولة الإمارات في مجال استكشاف الكواكب والفضاء العميق أسرار تشكل المجموعة الشمسية وذلك بعدما نجحت الإمارات في فبراير 2021 في تحقيق إنجاز تاريخي بإرسال أول مسبار عربي إلى مدار المريخ في فبراير الماضي وكانت خامس دولة في العالم تصل إلى الكوكب الأحمر وأكد صاحب السمو شيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن مسيرة دولة الإمارات في مجال الفضاء لا تزال في بدايتها ورحلاتنا مستمرة واستكشافاتنا لن تتوقف وطموحات شبابنا ليس لها سقف وأضاف سموه لسنا أقل من غيرنا ولدينا مشاريع لتخريج علماء فضاء ورواد فضاء وبناء مركبات فضاء ثلث النجوم السماء تحمل أسماء عربية لأن العرب كانوا رواد علم الفلك وقال صاحب السمو شيخ محمد بن زايد الانهيان وليعاد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات اختبار جديد لقدرات الشباب الإماراتي لتحقيق طموح زايد في الفضاء وأضاف سموه كوادرنا ومواهبنا المواطنة ومؤسساتنا الأكاديمية والبحثية التي حققت إنجازات نوعية في قطاع الفضاء قادرة على تولي مهمة المشروع الفضائي الجديد حدث إماراتي للمستقبل حضر فعالية الإعلان عن المشروع الفضائي الإماراتي الجديد والتي قيمت في قصر الوطن في أبو ظبي سمو الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد براشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأسمو الشيخ مصور بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون رئاسة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة